لازمنا مع ملف قانون الخدمة المدنية حيث أكد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب أن البرلمان لن يناقش قانون الخدمة المدنية وأنه سيرجئه لإسماع ملاحظات الحكومة عليه ورأى أعضاء لجنة القوى العاملة في ظل الملاقشات المستمرة حاليا وأوضح وكيل المجلس أن يوم الأحد المقبل هو نهاية مهلة الخمسة عشر يوما المحددة من الدستور المصري لمراجعة 341 قرارا بقانون والتي يعقبها وضع لإحة داخلية للبرلمان والعمل على ترشح اللداني دائمة